سلام لبناتك ديري لبساليكم ورحبا بكم فيديو جديد وموضوع جديد بلا شك أن بزف ديال السيدات كيبغوا يعرفوا شنهما الممنوعات والمسموح في الدورة الشهرية باش ما يتأخرش الحمل أكيد أنه كين عدة أخطاء اللي كترتكبها السيدة في الدورة الشهرية وكتأخر لها الحمل هذا هو الموضوع ديال فيديو ديال اليوم بقاي معي وتابعي الفيديو تالأخير أكيد غادي ينال إعجاب ديالك وفيه معلومات غادي تفيدك إن شاء الله باش ما يتأخرش عندك الحمل وحلم الإنجاب بطبيعة الحال بعض الاضطرابات شائعة يعني مصاحبة للدورة الشهرية كتكون عند أغلب النساء والبعض الآخر ممكن يتخطى ما هو طبيعي ويحتاج إلى زيارة الطبيب لكن يتوقف ذلك على أعراض هدئة الاضطرابات يعني كل سيدة وكيفاش كتجي هالدورة كل سيدة وشنو كيترافق هاد الدورة يعني من ألم من يعني الترابات نفسية من اكتئاب من عدة أشياء من تضارب في المشاعر كل شيء هاد شيء يعني كيتختلف من سيدة الأخرى على حسب الهورمونات ديالها على حسب التركيبة ديالهم على حسب كيفاش كتناول الأكل ديالها يعني هذا الشيء كله كيلعب دور كبير في هذه الأمور هذه بطبيعة الحال أن الدورة الشهرية كتكون عبارة عن تغيرات هرمونية طبيعية تحدث في جسد المرأة كل شهر استعدادا للحمل تبدأ من سل البلوغ وتنتهي في منتصف الأربعينات تقريبا وتصل مدتها إلى 28 يوم تقريبا وكتراوح بين 20 أو 40 يوم حيث أن أول أيام الحيد هو أول يوم من الدورة الشهرية وتنتهي ببداية الحيد التالي ومن أعراض الدورة الشهرية الشائعة ألم في البطن ألم في الفخضين ألم أسفل الظهر اتراب في المعيدة وأحيانا تعرق ضعف وضوخة إسهال أو إمساك هذه الأعراض تجيب طبيعية جدا ما تقلقش منها السيدة كتحدث نتيجة تغيرات الهرمونية المفاجئة في الدورة الشهرية ولكن كين واحد الأمور واحد الأمر خاص ضروري السيدة تجنبه في هذه الفترة هذه باش ما يتأخرش عندها الحمل أكيد سنتعرفوا على هذا الأمر هذا في هذا الفيديو باش يكون عندك فكرة وتكون على بال بهذه المسائل هذه باش إن شاء الله يحدث عندك الحمل بكل سهولة وكيفما كان عرفوا بأن هناك عدة ممنوعات أثناء الدورة الشهرية اللي خاص ضروري السيدة تنتابه لها ومن ترتكب شهاد الأخطاء منها حمل الأشياء التقيلة المشيحة في القدمين أو الجلوس على أرضية باردة كذلك خاص سيدة تجنب شرب الأشياء الباردة أو الأيس كريم كذلك تناول الخضار والفواكه اللذيجة مثل القرعة، الموز، الملوخية، المانجو وغيرها يعني هاد الأمور هدي خاص ضروري السيدة تجنبها لأنها كتسبب في احتباس الدورة وبالتالي ما كتنزلش بالشكل الطبيعي وكيبقى هناك تجمع للدماء في الدورات الأخرى دك شي باش كتجيك الدورة بالشكل ديلها الأسود وهذا الأمر هداك يعني بأنه الرحم ديالك مازال ما تنضفش مزيان مازال ما تخلش من الدم السابق بالتالي ما كتهبطش مباشرة حمراء كتهبط بواحد اللون أسود اللي كتستغرب منه السيدة وكيكون هو دم قديم متخزن في الرحم كذلك عدم تناول وشرب الحوامض مثل الليمون، البرتقال، اللبن، الجبنة هاد شي كله تفاده السيدة شرب كذلك المشروبات الغازية ممنوعة الكافيين، تناول المعلبات كل هاد الأمور ممنوعة لأن الجسم ديال السيدة كيكون مليء بالسوائل يعني باش ما يحتبسوش السوائل في الجسم ديالك وبالتالي يكون هناك انتفاخ كيف ما كان عرفه بأنه خلال هاد الدورة هادي الدورة الشهرية كيكون هناك احتباس للسوائل وبالتالي السيدة كتبقى تحس برأسها بحلة منتفخة وهي رفقت أعراض عادية كتحس بها ولكن باش تجن بهذا الأمور بتعدي على الأكل المالح بتعدي على المشروبات الغازية بتعدي على يعني الأشياء اللي ممكن أنها تزيد تسبب لك انتفاخ باش هكا ما تحسيش بهذا النوع من الانتفاخ سابع حاجة وهي التعرض لأي تيار هوائي أو تكييف سواء بارد أو معتدل خاص ضروري السيدة تجنب هاد الأمور هادي لأن التكييف البارد كي قد يخلي الرحم يعني يجيه تقلصات يكون هناك ألم في الدورة شديد جدا فحاولي أنك تدفي رسك وخف فصل الصيف حاولي أنك تلبسي ملابس ساخنة باش تخلصي من هاد الأوجاع اللي كتقدر تتصاحب للدورة ثامنا حاولي تغسل المنطقة بالماء والصابون يكون صابون من الصيدالية بطبيعة الحال يكون ماء دافئ باش هكا تجن بأي بكتيريا ممكن تدخلك خلال هاد الفترة تاسعا لاستحمام بماء بارد ممنوع جدا خاصة يعني السيدة تمتانع على الماء البارد خلال أيام الدورة الشهرية لأن هذا يعني الوضوء بالماء البارد ممكن أنه يسبب لك في برودة الرحم ممكن أنه يدخلك الهواء للرحم وبالتالي يتأخر عندك الحمل لعدة أشهر عاشر ممنوع وهو إزالة الشعر الزائد من الجسم أو تجربة الماسكات لأن البشرة كتكون حساسة جدا في هاد الفترة فأي نوع من التهيج ممكن أنها تسبب يعني بوحد نوع من التهيج يعني أي ماسك مجاش مع البشرة ديالك ممكن أنه يسبب لها التهيج وبالتالي ما تقدش تخلص من هاد الحساسية لاحقا وبطبع للحال الأشياء المرغوبة خلال الدورة هي الشرب السوائل الساخنة مشروبة الساخنة معروفة بزف بأنها يعني كتنق الرحم كتنظف الرحم من الدماء المتعلقة به كتجدد الدورة الدموية وبالتالي يعني كتسمح لنزول الدورة بالشكل ديالها الصحيح فحاولي أنك تشرب إما الأزير إما شرب القرفة كذلك ممكن تشرب مشروب زعتر ممكن كذلك اللويزة تهييمة زيانة بزف عدة مشروبات رائعة كتسهل من نزول الدورة الشهرية المحتبسة وخصوصا عن السيدات الكيعانيو من تجلطات في الدورة هاد السيدات خاصتهم ضروري تانيو برأسهم يعني في هاد الفترة هدي حاولوا يشربوا مشروبات ساخنة يحاولوا أنهم يبتعدوا على المشروبات الباردة والأشياء الباردة بطبيعة الحال باش تحي ديتال ألم يعني المشروبات الساخنة كتساهم في أنها كتتخفف من ألم الدورة ومن التشنجات اللي ممكن أنها تجيك في هاد الفترة هدي وبطبيعة الحال حاولي أنك يعني الوجبات تكون خفيفة متقاربة وتجنب الجوع أو الضيت القاسي بفترة الدورة حاولي أنك تتغذي مزيان حاولي أنك تبتعد على الرجيم في هاد الفترة باش يعني حيث الرجيم القاسي ما كيخليش الدماء تهبط بالشكل الصحيح فحاولي أنك تغذي تغذية سليمة وتكون وجبات متقاربة رابعا حاولي أنك تنضفي يعني النظافة الشخصية مهمة بزاف باش تحيدي البكتيريا اللي كتكون في هاد الفترة هدي اللي ممكن أنها تكون سريعة الانتشار فحاولي أنك تكون هناك نظافة شخصية تغيير الفوض الصحية كل ساعتين أو ثلاثة ساعات على الأكتر يعني باش تكون هناك واحدة العناية بالذات ديالك وكذلك باش ما تتصرب لكش البكتيريا للرحم وبالتالي تأخر لك الحمل كذلك عمل مصاج خفيف للبطن والظهر لتخفيف الألم وممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة يوميا أثناء الدورة الشهرية أمر مفيد جدا لأنه يعني كيخلي الدورة يعني السرايان ديلها يكون جيد وبالتالي أي يعني تجلطات أو أي بقايا للدورة كتهبط بكل سهولة على عكس السيدة اللي كتبقى غير نعصى في الفراش ديلها ما كتمرش الحركة ما عنداش واحد النشاط حركي هاد السيدات هادو كيقدو يعني يعاني من هاد الاحتباسات ديل الدماء وبالتالي تأخر في الإنجاب المشي ورياضة المشي أمر مهم بزاف كي نشط يعني المشي كي نشط المبايد كي يساهم في أنه كي نشط الدورة الدموية وجميع الأعضاء ديل جسم دينا فحاولي أنك تمشي مزيان وحاولي أنك بعد الدورة يعني مليت سالي منك الدورة مثلا عندك المدة ديالها خمسة أيام حاولي أنك تاخذي واحدة البخار ديال الخزامة البخار ديال الخزامة مزيان بزاف كي حاولي أنه يحيد أي برد كي يكون في الرحم أي هواء كذلك في الرحم باش كي يحدث الحمل بسرعة ممكن تبخري بالخزامة مع الزعتر تهوى أمر مفيد بزاف كي يحيد كذلك البرد اللي كي يكون في الرحم وأي بكتيريا كذلك الإفرازات الغير مرغوبة فيها كتمشي مع هاد البخار وبالتالي كذلك أي يعني ترسبات كتقدر تنزل من بعد هاد البخار اللي كتديري يعني في آخر يوم للدورة كان هذا هو الفيديو دياليوم أتمنى إنا الإعجاب ديالكم وإلى عجبكم بطبيعة الحال دي ما دعموني باللايكات وتشجيعات ديالكم